يا سعدة وقتكم واهلا وسهلا فيكم انا ام منذر واليوم رح نعمل مع بعض حلو كتير بسيط وسهل رح نعمل الجبنية انا بكتب المقادير تحت الفيديو وكمان بحكيها وانا عمشتغل يلا سوا نشوف المقادير طريقة التحضير عندي هون حبة بيت حطيت عليها زرف من الفانيلا و بدي حط عليها كمان رشة صغيرة من الملح تقريبا شربع المعلقة الصغيرة ومعلقة كبيرة من السكر رح خلط كل هاي المكونات مع بعضهم هون مجهزة كوب من الحليب يفضل يكون الحليب دافي شوي لانا بنا نحط نحن خميرة بخلطهم كمان هيك مع بعضهم شوي بعدين تضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة و تقريبا معلقة صغيرة من البكن بودر فيكن تحطوا كامل كمية خميرة يعني معلقة وربع تقريبا ربع كوب من الزيت وبخلط كل المكونات مع بعض هلأ هون عندي هاي الجبنة الدهن فيكن تحطوا اللي بتكون هيك بهالشكل او تحطوا مثلا المثلثات او الكيري او ايشي بتحطوا تقريبا شيء من قطع بخلطهم بعد ما اختفت الجبنة رح ضيف هلأ الطحين بنضيفه على مهلنا شوي شوي طبعا يعني كل الطحين شكل فيفضل انه تحطوا اول كاسة وبعدين سيروا تضيفوا شوي شوي حتى ما تصير عنا العجينة ناشبة ما بنياها تكون ناشبة انا هون مستخدمة ثلاثة من هدول الكاسات اللي انتو شفتوهم هاي حطيت هلأ الكاسة الثالثة كمان بنزلاني حتى الكاسة الثالثة بنزلها على مهلة شوي شوي من بعد ما صارت عندي عجينة شافين كيف تلاقوها طرية ونعمة بدي اتركها هلأ تقريبا شيء ساعة لحتى تتخمر وبعدين بنشكلها مع بعض رعا غطيها واتركها هلأ الجو دافي يعني ممكن تتخمر بنص ساعة حتى ما تتحمل معكم ساعة اذا الجو دافي بتغطوها وتتركوها على جنب من بعد ما اختمرت عندي العجينة شافين كيف هلأ بدي اطعها لقسمين لحتى سهل على حال الشغل يعني هي فيكن تفردوها كامل العجينة او تطعوها لقسمين حلو كتير بسيط وسهل ما بياخذ مننا كتير وقت رشيت السطح العمل بشوي من اللطحين وبدي اسمها متل ما تلكون لقسمين بيشتغل اول شي باول قسم وبعدين بدل القسم التاني شافين العجينة كيف طرية كل ما كانت العجينة هيك اخدي حقها من السوائل والطرية ما بتلبكنا كتير بالشغل يعني ما تخلوها ناش فيه لانه بيطلع معنا الحالة مو ظري هلا بدي افردها هاي بشكل لحتى اني استخدم يعني بدي اطعها فبفردها على قد ما بقدر لا تخلوها كتير رقيقة ولا تكون كمان اسميكة هلا باي اطعات متوفرة عندكون يعني ممكن اذا ما عندكون بكاست الشاي كمان ممكن تساوهم بيطلع منظرهم كمان حلو يعني راح اطعن هيك بها الشكل يعني اخترتين شكلين يعني فيكن كلهم تعملون بكاست الشاي اذا ما عندكون اطعات طبعا العجين هادا اللي بيزيد اللي بيكون بين القطع هادا بنرجع بنلمه كمان بنتركه على جنب هيك بيرتاح شوي صغيرة العجين كل مرة احنا بيعطينا نتيجة افضل فهلا انا برجع بكاورها هاي بعملها كرة ويستخدم اللي قبل شوي تركتها بتكون هاي رتاحة شوي يعني مو انا قطعتين قطعتين بيستخدم هديك بتكون هاي رتاحة هاي القطعة كمان شوي حتى ما تنشف معنا لانو العجين كل ما اشتغلنا فيه بيشد هلا هون اخدتهم بدي اقليون خلوا النار ما تكون كتير رقوية يعني انو دغري مباشرة تصيروا خلوا بوسط تقريبا لحتى ينفخوا هيك بها الشكل هادا وصيروا منظرهم احلى و بتاخدوا نتيجة افضل شايفين هلا بعد ما غيروا لون اخدوا هاللون هادا خلص هلا انا بدي ارفعهم يعني فيكن تغمقون اكتر من هيك بس هو دائما العجين بكمل استوى يعني بس ترفعوا بضل محافظة على حرارته فبتلاقوا وغير لونه فيفضل تقيموهم يكونوا شوي شقر هلا هاي كامل الكمية اللي طلعت معي شايفين قديش الكمية فيكن تحطوا عليهم سكر بودرة فيكن تحطوا عليهم قطر مباشرة مثل العوامي يعني بنقيموهم سقطوا مباشرة بالقطر او ترشوا عليهم رش القطر كمان هون فيكن تحطوا عسل انا هون مستخدم العسل فيكن تستخدموا الحليب النسلة اللي هو الحليب المكثف كمان بيعطيكم النتيجة كتير كتير ظريفة واللي ما بيحب كمان يضيف عليها اي شيء تاني كمان بيصير يعني بس هو بيعطيها طعم اطياب ولمعة ومنظر هيك بيكون كتير حلو زي انتهم كمان شوي بالفستق الحلبي طبق كتير سهل وبسيط والطعم كتير كتير طيبة بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم اذا حابين تدعموني عملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على القناتين قناة مطبخنا السوري قناتي الله نتحل اشتركوا في القناة